كما أجرى موفدوة تلفزيون النصرية لقاءاً مع رئيس متدى الإعلام العربية على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين برحب بحضراتكم من المنام عاصمة مملكة البحرين ونعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للجامعة العربية على مستوى القادة وزعماء زي ما توقعنا الكلمات الفتحية ركزت على الشأن الفلسطيني واستحوذ الشأن الفلسطيني والعمل العربي المشترك على معظم الكلمات الفتحية وبقي التحدي أمام ما يحدث في قطاع غزة تحدي كبير أمام هذه القمة وقرارات يتبنىها القادة العرب للتعامل مع هذا التحدي برحب الإعلامي الكبير الأستاذ ماضي الخميس رئيس منتدى الإعلام العربي أهلاً بحركة فندم على شاشة تلفزيون على وسائل شكراً على هذه الاستضافة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة العربية وفي مناسبة انعقاد القمة العربية الثلاثة والثلاثين زي ما توقعنا الكلمات ركزت على الجانب الفلسطيني وعلى التطورات الخطيرة الحاصلة في قطاع غزة أبرز العنوين التي يريد أن يرسلها القادة العرب من خلال كلمتين بالتركيز على هذا الملف فندم طبعاً هي الكلمات والبيان الختامي والقمة يعني بكل يسر نطلق عليها قمة دعم ومناصرة فلسطين والشعب الفلسطيني وأهلنا في فلسطين حقيقةً يعني الكلمات والمواقف العربية كانت في مجملها باتجاه دعم الأخوة في فلسطين ورفض ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضاً اتخاذ موقف عربي حازم يعني العرب اليوم أخذوا موقف بالأجماع مؤيداً ومناصراً للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهو هذا يعني بغض النظر كونه مطلب شعبي من الشعوب العربية ولكن هو واقع اليوم أنت اليوم عندك شعب عربي ومسلم شعب كامل يعاني معانات شديدة ويتعرض للإيذاء ويتعرض للاعتداء ويتعرض للانتهاك وأنت تعقد هذه القمة فهذا ضرور بالتأكيد أول شعار للدعم والمناصرة يتخذ من هذه القمة في مملكة البحرين